السلام عليكم ملعقة صغيرة من العسل ملعقة صغيرة من الكاركم البودرة ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المجفف طريقة التحضير والاستخدام يمكنك اتباع الخطوات التالية أولاً إخلاط المكونات جديداً لتحصل على عجينة ثانياً ضع الخلطة على بشرتك واتركها حتى تجف ثالثاً اشتفي بشرتك بمنظف لطيف وكرر الاستخدام مرتين في الأسبوع الخلطة الثانية خلطة الزبادي لتبييض الواجب والرقبة وتفتيح اليدين يحتوي الزبادي على مركب ناشط قد يقلل أعلامات التصبغ والبقع الداكنة المكونات ستحتاجين إلى ما يلي ملعقتان صغيرة من الزبادي العادي ملعقة صغيرة من العسل طريقة التحضير والاستخدام أولاً اخلط الزبادي مع العسل جيداً لتشكيل عجينة ناعمة ثانياً طبق الخلطة على الوجه والرقبة واليدين واتركها لمدة خمسة عشر دقيقة ثالثاً اشتفي البشرة بالماء جيداً وكرر الاستخدام مرتين في الأسبوع لتلاحظ النتائج الخلطة الثالثة خلطة الصبار لتبييض الوجه والرقبة وتفتيح اليدين أولاً المكونات ستحتيجين إلى ملعقة صغيرة من السكر البني ملعقة كبيرة من جيل الصبار طريقة التحضير والاستخدام أولاً استخرج جيل الصبار من أوراق النبات واستخدامه للتعجز في هذه الخلطة ثانياً أضف جيل الصبار إلى السكر البني وأخلط المزيج جيداً ثالثاً طبق الخلطة على الوجه والرقبة واليدين رابعاً اشتفي البشرة بالماء جيداً وكرر الاستخدام مرتين في الأسبوع نصائح تساعد على تبييض البشرة ينصح باتباع الإرشادات التي تساعد على تفتيح لون البشرة وحمايتها من التصبوات ونذكر منها ما يلي غضي بشرتك باستخدام مكونات تحتوي على فيتامين C فيتامين E الذي يفتح لون البشرة ويمنحها التوهج الطبيعي ويحميها من أضرار الأشعة فوق قلب نفسجي رطبي بشرتك بانتظام وحافظ على شرب الماء بكمية كبيرة إذ يحسن الترطيب لون البشرة اصنع مقشراً لطيفاً على البشرة لإزالة الجد الميت وإزالة طبق البليا واستخدمه مرة أو مرتين في الأسبوع طبق القناع الطين مرة في الأسبوع قبل النوم طبق القناع يحتوي على مزيج من أحماض الألفا هيدروكسي لتجديد أنسجة البشرة والتخلص من خلايا الجد المينة خلصة القول تحتوي بعد مكونات الطبيعي العوامل تبيض فعالة تعمل على تحليل سبغة الميرانين وبالتالي يمكن تطبيقه على الوجه والرقبة واليدين لتفتحهم ومن أبرز هذه المكمينات جل الصبار والزبادي والعسر وقشر البرتقال وغير ذلك بالإضافة إلى أنه يمكنك اتباع مجموعة من النصائح لتبيض البشرة بشكل عام أهمها الحرص على تغذية البشرة بالفيتامينات المناسبة مع الترتيب الدائم لها إن أعجبكم محتوانا لا تنسوا الاشتراك على قناتنا على يوتوب امزل بيوتي ليصلكم كل ما هو جديد